أحول طبعا هذا الانتخاب غير المباشر مع من رباط مرسلتنا فاتحة أو علي فاتحة ما أهمية هذا اليوم بالنسبة لانتخاب غير المباشر هذا وما الذي اطلع عليه الغرفة الثانية حسب المسؤوليات المنوطة بها هي محطة مهمة جدا ماجد في مسلسل العملية الانتخابية التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة بدءا بانتخابات المجالس المهنية وصولا للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي أجريت في الثامن من سنتمبر الماضي والآن وصلنا إلى المحطة الأخيرة وهي انتخابات مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي هذه الانتخابات تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الاختصاصات التي خولها الدستور لهذه الغرفة الثانية والتي تهم أساسا تجويد العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي من خلال مجموعة من الصلاحيات بإمكان هذا المجلس ماجد أن يسائل الحكومة وبإمكانه كذلك أن ينشئ لجان تقصي في مواضيع وقضايا عديدة بإمكانه كذلك أن يطرح مشاريع قوانين خصوصا في المجالات القريبة من المواطنين بحكم أن أعضاء هذه الغرفة قريبون من السكان يمثلون المؤسسات المنتخبة القريبة من السكان الجماعات والبلديات والغرف المهنية وكذلك النقابات فبالتالي لهم أكثر دراية وأكثر قرب من المواطنين وبإمكانهم أن يمثلوا المواطنين في هذه الغرفة الثانية من البرلمان هذه الانتخابات تأتي كذلك في سياق ترقب ما أفرزته الانتخابات التشريعية من تشكيلة حكومية ينتظر أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة طيب منها رباط مراستنا فاتحة وعلي شكرا لك